السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستأنث معكم أعزائي الطلاب الجزء الثاني من الدرس السادس عشر الذي هو بعنوان الانتماء تكلمنا في الدرس الماضي عن النوع الأول من النوع الانتماء وهو الانتماء للوطن واليوم إن شاء الله تعالى نستأنث معكم الانتماء الآخر والأوسع والأشمل وهو الانتماء للأمة الإسلامية رح نتعرف على هذه المحاور الرئيسية للانتماء للأمة الإسلامية أهمية الانتماء للأمة الإسلامية وأثار وحدة الأمة الإسلامية وصور الانتماء للأمة الإسلامية ولكن نصح طلابنا الأعزاء بالانضمام إلى مجموعات الخاصة بالتربية الإسلامية مجموعات على تطبيق الوصعب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى وكل المادة مجموعة لكم وملمومة لكم مع أسئلتها الوزرية في نهاية كل درس في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية ننتقل الآن إلى الحديث عن المقصود بالأمة الإسلامية المقصود بالأمة الإسلامية هي مجموعة من الناس يجمعهم إطار فكري وثقافي واحد يشمل الدين الإسلامي واللغة العربية والتاريخ الإسلامي والمصالح المشتركة إذن يحتوي التعريف على محورين أساسية المحور الأول اللي هو مجموعة من الناس يجمعهم إطار فكري وثقافي واحد نعم إذن مجموعة من الناس يتفقوا على فكر واحد وهذا الفكر يشمل الدين الإسلامي واللغة العربية والتاريخ الإسلامي والمصالح المشتركة إذن هذه يسميها مقومات مقومات الأمة الإسلامية أو الأمة المسلمة فمثل ما أن الوطن له مقومات ثلاثة الأرض والشعب والنظام أيضا لأمة الإسلامية لها مقومات أربعة أول حاجة الدين الإسلامي الذي يجمع الإطار الفكري لهذه المجموعة من الناس واللغة العربية التي أيضا تشمل إذا أنها لغة الدين ولغة القرآن والتاريخ الإسلامي الذي يعتز به هذه الفئة من الناس وكذلك المصالح المشتركة التي تعود على الخير بالنفع والفائدة هذا هو تعريف الأمة الإسلامية طيب نتكلم الآن عن المحور الثاني اللي هو أهمية الانتماء للأمة الإسلامية يبرج ذلك في أمرين الثاني الأمر الأول تعطي الشعور لأبناه بالاعتزاز بأن لهم ثقافة واحدة عريقة يعني هذه مصدر الانتماء للأمة الإسلامية مصدر من مصادر القوة بحيث أنها تعطي أبنائها أن لهم قوة عظيمة مؤثرة في العالم لأنهم ينتمون إلى ثقافة واحدة القرآن وسنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن لهم مستقبل مهما يسعون لتحقيقه إذا توحدت هذه الأمة العظيمة الأمة الإسلامية فإنهم سوف يبنون ويعيدون بناء حضارة تشمل العالم أجمع إذن هذا يدل على أهمية الانتماء للأمة الإسلامية المحور الثالث آثار وحدة الأمة الإسلامية إذا توحدت الأمة الإسلامية ما نتيجة ذلك أو ما نتائج ذلك أمرين الثين الأمر الأول ظهور حضارة شملت أجناس من الناس من العرب وغير العرب بتطوروا وبكونوا حضارة فيها إنجزات شاملة لكل مجالات الحياة وتوحيد الأمة على رب واحد ورسول واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة ربنا الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا واحد القرآن الكريم وقبلة واحدة وهي مكة المكرمة الآن ما هي صور الانتماء للأمة الإسلامية نحن في دلس الماضي عن صور الانتماء للوطن والآن نتكلم عن صور الانتماء للأمة الإسلامية المطلوب مننا يا شباب أن نفرغ بين صور الانتماء للوطن وصور الانتماء للأمة الإسلامية وما نخربشش بينهم لأن في أشياء مشتركة وفي أشياء مختلفة فيما بينهم نتقيد بصيغة الكتاب الصورة الأولى اللي هو المحافظة على منجزاتها والاعتزاز بحضارتها يعني المحافظة على إنجازات الأمة الإسلامية في شتى مجالة الحياة هذا يعتبر صور من صور الانتماء للأمة الإسلامية والاعتزاز والافتخار بالحضارة التي كونها المسلمون عبر آلاف سنين وهذا الشعور يعطي أن الإنسان ينتمي لهذه الأمة الإسلامية ثانيا الدفاع عنها وعن شعوبها وعن مصالحها بكافة ما يؤتى الإنسان من قدرة سواء كان الدفاع اللفظي أو الدفاع البدني أو الدفاع عن طريق التحدث بين الأمم الأخرى عن قضايا الأمة الإسلامية هذا اندل على شيء ما يدور على انتماء الإنسان لأمته الإسلامية ثالثا الحرص على وحدة الأمة الإسلامية يعني اللي عنده انتماء يحرص على عدم وجود الفرق فيها وعدم وجود الخلاف فيها بل يسعى إلى توحيد الأمة على رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة وترك كل الخلافات والسرعات الموجودة في الأمة الإسلامية ولكن هذه الوحدة ما تتحقق إلا إذا حققنا خمسة أشياء وهي بنسميها متطلبات وحدة الأمة الإسلامية وهي خمسة أشياء احفظوها وركزوا عليها أول حاجة محبة ابناء الأمة الإسلامية فإن المحبة تؤدي إلى الألفة وتؤدي إلى الوحدة بين أبناء الأمة الواحدة ثانيا نصرتهم وعدم خذلانهم النصرة وعدم الخذلان بما أوتي الإنسان من المال والسلاح والدفاع والقول والكلمة وسن القوانين التي تمنع أي واحد يعتدي على الأمة الإسلامية هذا يؤدي إلى وحدتها وهو مطلب هام جدا لأنه يؤلف بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة ثالثا التعاون معهم على البر وعلى التقوى مثل ما قال الله عز جل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان رابعا محاربة عوامل الفرقة فكل عوامل تؤدي إلى الفرقة وإلى النزاع وإلى الاختلاف ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها فهذا مطلب من مطالب وحدة الأمة الإسلامية خامسا العودة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله عز جل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما خمس عوامل هاي بتؤدي إلى وحدة الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى هذا كل ما له علاقة بدرس الانتماء وبهذا نقول الحمد لله قد أنهينا هذا الدرس ننتقل الآن لاستعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة نبدل الآن بسؤال اختيار متعدد أو سؤال موضوعي يقول السؤال مجموعة من الناس يجمعهم إطار فكري وثقافي واحد يشمل الدين الإسلامي واللغة العربية والتاريخ الإسلامي والمصالح المشتركة هذا كل ما تم ذكره هو مفهوم لماذا؟ للوطن؟ لا نحن حكينا الوطن له تعريف آخر هل هو تعريف الأمة الإسلامية؟ نعم نقول هذا هو تعريف الأمة الإسلامية الحضار الإسلامية تعرفنا عليها في الدرس الخامس العشر طبعا الحضار الإسلامية لها تعريف آخر العولمة لم نصل إليها بعد السؤال الثاني سؤال مقالي بيّن مفهوم الأمة الإسلامية نفس السؤال السابق ولكن هذا بصيغة وهذا بصيغة أخرى بيّنها اللي هي مجموعة من الناس يجمعهم إطار فكري وثقافي واحد يشمل الدين الإسلامي واللغة العربية والتاريخ الإسلامي والمصالح المشتركة السؤال الثالث أعطي مثال واحدا صحيحا على الصور التي تتحقق فيها الانتماء للأمة الإسلامية تكلمنا عن ثلاثة صور من صور الانتماء للأمة الإسلامية يطلب من السؤال صورة واحدة أو شكل واحد من أشكال الانتماء للأمة الإسلامية ألا وهو المحافظ على منجزاتها السؤال الرابع نفس السؤال الثالث ولكن هنا لم أو هنا حدد أشياء أكثر من السؤال الذي قبله هنا يطلب أمرا واحدا أو مثالا واحدا أمن هنا يطلب ثلاثة أمور بالدل على الانتماء للأمة الإسلامية الانتماء إلى الأمة الإسلامية يقتضي من المسلم القيام بأمور عدة أذكر ثلاثة منها سؤال مكرر كرر لأكثر من دورة اللي هو الأمر الأول المحافظة على منجزاتها والاعتزاز بحضارتها ثانيا الدفاع عنها ثالثا الحرص على وحدة الأمة الإسلامية ختاما نختم حصتنا اليوم بسؤالي الثين يعني كما هو في العادة أو كما عودناكم السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي السؤال الأول يقول الشعور بالاعتزاز الشعور لأبنائها بالاعتزاز بأن لهم ثقافة واحدة عريقة يدل على أهمية المواطنة لا يدل على أهمية المواطنة هل يدل على أهمية الأمة الإسلامية نعم نقول شعور أبنائها بالاعتزاز بأن لهم ثقافة واحدة يدل هذا على أهمية الأمة الإسلامية الوحدة غير صحيح والانتماء أيضا غير صحيح السؤال الثاني عدد متطلبات الوحدة الإسلامية تلم عنها وهي خمسة متطلبات إذا قامت بها الأمة الإسلامية توحدت وقويت وأعادت بناء الحضارة الإسلامية في كل أنحاء العالم مرة أخرى وهي خمسة متطلبات ينبغي على الأمة الإسلامية أن تكون حريصة عليها وهي محبة أبناء الأمة الإسلامية نصرتهم وعدم خذلانهم التعاون معهم محاربة عوامل فرقة العودة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بهذا نكون قد أنهينا معكم الدرس السالس عشر من دروس التربية الإسلامية نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم على الدرس السابعة السابعة عشر وهو أداب المستفتي وأداب المفتي تابعونا وألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى كان معكم معلم المدى الأستاذ طاه نايف طاه معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة أساس التعلمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته